اهلا بكم وفيديو جديد على قناتكم ياريد قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعالوا الجرس علشان نكون دايما على تواصل وكأننا في قصة خيالية رسائل متبادلة بين الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز بتوصلها دنيا وامي تحولت مساعي أسرة الفنان الراحل سمير غانم بعدم إخبار زوجته الفنانة دلال عبد العزيز برحيل زوجها إلى حكاية تشبه فصولا من عمل درامي أو روائي وخاصة مع انتشار أخبار من مصادر مقربة عن رسائل شفاهية ومكتوبة متبادلة بين سمير ودلال واللي بيوصلها بينهم دنيا وامي دلال عبد العزيز وبحسب تقارير إعلامية بتستغل بعض الأوقات الأليلة اللي بتكون فيها صحتها مستقرة لكتابة رسائل لزوجها وكان آخرها رسالة مكتوب فيها إني أكثر ما يؤلمني يا سمير ليس المرض ولكن الألم الذي تشعر به من نفس المرض ودنيا وامي سمير غانم تقومان بنقل رسائل شفاهية من والدهما الراحل ردا على رسائل أمهما وتقولان لها دوما أن سمير غانم بيدعيلك بالشفا وأنه عايز جنبه لكن صحته غير جيدة وكان الكثير من الآراء والتحليلات وتشير إلى أن العائلة ستكون أمام مهمة صعبة ومأزق حقيقي عند علم دلال عبد العزيز برحيل زوجها وعدم علمها بالأمر طوال هذه المدة حتى وإن كان الأمر لصالحها وبتوصية من الفريق الطبي المشرف على الحالة